مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يأتي المركز و كذلك الشرائي من الشركات مهم كين مركز و كين مخفف لكيتباع رخيص الزمن بتربيه الأرانيب يمكن أن نعطيكم الكلورن يمكننا استخدامه هو أول شيء هو معاقم 100% يمكن لأننا بحثة القناة دي الكعج يعني الكاج ديما كيكونوا تلقوا في محد كحولة مثلا هنايا شوفوا لحظوا معايا هنايا ممكن أنا نرشو هاد الكرور الخلط شوية دي معهد شوية دي الماء مشي من لاب ما يكون يعني كله كرور وإنما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على على الأرانيب هكا هكا مشي مشكل هاد من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهضره على الكاش يعني ممكن أن نمسحو من بعد بوحد الشيتة هاد هاد الاسلك يعني الرشو رشو به ونمسحو هاد الاسلك هاد واكتري القاعدة يعني تلفوق مشي مشكل يعني القاعدة يعني هاد وخاء يعني هاد الاسلك هاديره ما كتدنش راها مزيانة ولكن مع المدة كتتولي يعني عنده واحد اللون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را ديك الفضلات كتطيح ولكن يعني الفيزيك ديالهم يعني البود ديالهم أعزكم الله كي يبقى في ديك الاسلك انتو ما رشو علي بوحد الرشا وحقو بالشيسة يعني هدا دور من من أدوار ديال القرور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كيش بدو المياه من 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 الابار يعني بئر كيش بدو الماء وكيشربوه منه هو ماء وكيشربوه منه الارانيب كون هم متأكدين ان هادك الماء يلا مشوا تشربوه منه الارانيب ماشي غا يضرهم ولكن كيكون عندهم واحد البود ديالهم كيو اللي احمر مدمم يعني شحام وعد كيقول لك انا عندي الارانيب ديالي في العروبية والبود ديالهم اه احمر يلي ما الي اللون الاحمر وما كيكفهمش علي هشهم مشي مرض مشي مرض ولكن كيي iyقول لك انا هم عايشين بها الطريقة ولكن كيلاحد ان البود ديالهم مرا مرا كيواط يقول لي احمر هدا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن اننا نديرولها يعني افواح البودزة كبيرة ما زال حين يساعت traitsوم ممكن ديروا حل غلاقة نص غلاقة مثلا دائري شوية دياله القلاة المقام بالجعب ما المقام بالجعب ولندخل هذا الكلور فنجّد بالضبط تصيبه والكمية فين للقلاة فنجلها السورة مقام بالجعب يمكن أن يدع كس فيه هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال الروبيني انا كتكنتها هي مداوية لاحظوا انكم اني كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد شنشين حنقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع الماء كتقدت لها واحد شنشين هذا الشنشين اسمه هو ذكره مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى تموت ديرو انتو ماء ديرو معا معا يلقى ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك السموم اللي كتكون في الماء اضافة انه يعني الكلور المشين المخففين يعني الاتشي كن قلوا اتشي الناس كي معروفين كي قلوا اتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة ديروها مونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذي معلومة رافيت كالينها وكان رددها ديما باش يعني نعاون خوتي باش ميتاحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني اللي السر جربة مشي ديال الادون مشي تتصمغوا الادون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها شعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هذي مباشرة ديرو نصف كاس ديال 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 مباشرة ديال 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 زيت العود ونصف كاس ديال القلور يعني قعد شي هي نفس الكيمية، تشوفوا نصف الكيمية كيم مكانت نصف كاس ولا معلقى معلقى ولا أي حاجة المهم من نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطوكم واحد المحلول تشدوه على القطنة ولا اللي كان أي صوف ولا اي حاجة وتمسحوا من أحسن تكون قطنة وتمسحوا به المناطق اللي مضربة بالجارب كنوا متأكدين أرا غادي تشكروني بزيب على هاد المعلومة هادي لأن الناس كيخافوا من الجارب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس كمية ديال عفوا ديال زيت العود زيت العود الخيصة مشي الغالية ولا الحايدة لا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتدروها كتخلطوها مع آتشي وقدمسحوا المناطق اللي مضربين بها لمدة ثلث يام من ها الرابع إن شاء الله كيجيب الله تسير إذن الحلقة ديالنا سهلات كان نتادر على الصوت ديال النقاقية ديال الدجاج لأنه أوقيتهم هادي باش كي وضعوا البيض يعني كيبقوا يديروا هاد الصوت هادا كنكون كن عتساقد أن أن هذا الحلقة يعني رها مهمة يعني الكلور رها مهم مهم عنده فوائد بالنسبة للأرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط على جن ديما إما خدموه في الأخر في ذك الولادات هما نقيوا به نصحوا به ذك الولادات لأنك تكون الأنثة عاد ولدت منيني دوزو حلوقيتها ذك الشعر ديالها والدم مني كيكون تم مهمة من لابد ما تغسلوا هادا كالجيها بالكلور تهي هادا نقطة مهمة يعني أي حاجة رها مهمة فيها الكلور الكلور عش كي يدير؟ كي يعقم هو معاقم يعني الأمراض اللي ممكن أنها تصيبكم من إما جراب إما يعني محويج ديال الجراتين كلها ديما يكون عندكم واحد الليترو ديال الكلور ممكن تخلطوهم على المبحى لهكا بشير الشاشة ولا هكا مهم أنكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء نعتبرو كدواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذا الحلقة ديالنا هي هذه شكرا لكم على التعليق طيبة ديالكم لا تنسوا زر جام اضعوا إلى زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة